الحديث العشرون قول المقرئ للقارئ حسبك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله اقرأ عليك اقرأ عليك وعليك انزل قال نعم فقرأت سورة النساء حتى اتيت الى هذه الآية فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الان فالتفتت اليه فاذا عيناه تثرفان صلى الله عليه وسلم رواه البخاري روي الحديث وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولعل هذا هو سؤال الحلقة نبذة يثيرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تكتب في التعليقات يحكي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت او قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل من الذي يقرأ على من المفضول يعني يقرأ على سيد الاولين والاخر صلى الله عليه وسلم نعم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة عليه وعليك أنزل قال نعم فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة قال حسبك وهذه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدق ولكنه قال له حسبك غالب القراءة عندما يقرأ وينتمي القراءة يقول صدق الله العظيم والصواب يعني من يسمعه يقول له حسبك أو يقف بدون أن يتكلم لأن هذا لم يؤثر عن الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاهم يعني بعد الانتهاء من تلاوة القرآن الكريم ولذلك كان عنوان الحديث قول المقرئ للقارئ حسبك قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عينه تذرفان صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لأن الله تبارك وتعالى يجعله شهيدا على جميع الأمم صلى الله عليه وسلم كل أمة بشهيد إلا أن جميع الأمم يشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم والآن نحفظ كلمات الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم فقرأت صورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدة وجئنا بك على هؤلاء شهيدة قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم فقرأت صورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدة وجئنا بك على هؤلاء شهيدة قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم فقرأت صورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم فقرأت صورة النساء فقرأت صورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدة وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدة قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان نكمل إن شاء الله عشرين مرة عشان نحفظ الحديث ومن ننساش نبزى يسير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضا وانتظروا في الغد نفس الموعد إن شاء الله تبارك وتعالى مع تتمة دروس هذه الدورة المباركة ترجمة نانسي قنقر